موضوع آخر لا يقل أهمية عن البحث العلمي هو موضوع تغيرات المناخ الدولة المصرية بتستعد لمؤتمر قمة المناخ كوبا 27 بشكل كبير ومكثف ويمكن فيه متابعة لحظية ومستمرة لكافة التجهيزات لخروج المؤتمر بشكل يليق بحجم ومكانة مصر ومن الناحية الثانية كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نشاطه الخارجي أثناء زيارته لبرلين والمشاركة في مؤتمر بوترسبورغ للمناخ كان في هذا المؤتمر مؤتمر بوترسبورغ كان الرئيس لكلمات حاسمة وكلمات مليئة بأولا دعوة كاف الدول العالم للمشاركة في هذا المؤتمر ثانيا محاولة للتعهد بالحفاظ على الواحد ونصف الدرجة الخاصة بتغيرات المناخ خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر مع ضفنا في الستوديو اللي منوارنا الأستاذ أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صباح الخير يا سيد أحمد صباح الخير على حضرتك أحمد عاوز أعرف في البداية تبعت إزاي جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحديدا كلمة السيد الرئيس في مؤتمر بوترسبورغ طبعا هي كانت زيارة مهمة لأن كانوا زيارتين في بعض يعني إحنا بتدينا في جدة وروحنا على برلين فبالتالي كان الموضوع متصل ببعضه لأنه هو الملف حاليا العودة لإتفاقية باريس المناخ إتفاقية باريس للهدف الرئيسي بتاعها نوصل لدرجة حرارة الأرض واحد ونص درجة مقوية قبل عشرين خمسين تحبق إحنا هنقدر نحقق ده النهاردة عشرين واثنين وعشرين آخر تقرير للهيئة الدولية للتغارات المناخية صادر بيقول إن إحنا وصلنا الواحد واثنين من عشر درجة مقوية وإحنا عشرين واثنين وعشرين ومع المعدل اللي إحنا فيه إحنا عشرين وثلاثين هنوصل للرقم ده تمام فبالتالي عدد السنين اللي إحنا ممكن نوصل لها للمستهدف بقى بشكل كبير جدا فده بيشكل نوع من أنواع الضغط على المجتمع إنه يتحرك طيب سيادة الرئيس لما راح على برلين أو لتكلم الكلمة بتاعته ببرلين وكانت كلمة مهمة وكلمة مركزة إن إحنا بنتناول الملف المناخي كدول نمية كدول متأثرة بالتغارات المناخية إحنا النهاردة بنتكلم على أوروبا وبنتكلم على ارتفاع درجات الحرارة الموجودة فيها وبنتكلم على التأثيرات بتاعت التغارات المناخية لزهر ديناك طيب إحنا متأثرين القارة الإفريقية بقى لها سنين متأثر صحيح الشعوب بتاعتنا متأثرة الكلمة التي قالت في كمة باريس سنة 2015 وعلقها السيد الرئيس نياباتها عن القارة الإفريقية كلها أوجز فيها هذا الموضوع إن في الدوقيت اللي احنا بنحاول نوسع عليه لذا في بعض الدول بتحارب أثار التغارات المناخية في بعض دول متأثرة بأطغارات المناخية تحديداً هي العكس الأقل الأقل إضاراً لإمبعاثات وأكثر تأثراً بأثار الجانبية أو الأثار المرتبطة بأطغيرات المناخية فكان مهم جداً إن إحنا رايحين نتكلم فيه كمة مهمة زي كمة بيرلين وعندنا موضوعات حساسة عندنا أزمة طاقة عالمية وعندنا أزمة في سلاسل الإمداد الموجودة على المستوى العالم وعندنا أزمة رقود اقتصادي وفي نفس الوقت بنتكلم على قضية التغارات المناخية طب أنا دلوقتي يعني الفكرة وهكرر كلام قلته قبل كده كتير أنا دلوقتي بطالب الدول النفطية بزيادة إنتاج النفط بتاعها وفي نفس الوقت بطالب الدول النفطية إنها تلتزم بإتفاقية باريس المناخة عند واحد ونص درجة مقوية أنا رايح فيه فبالتالي طبعاً إحنا كم نخصين في المناخ يهمنا جداً إن إحنا نحافظ على الطاقة الجديدة والطاقة المتقددة وإن إحنا ما نرجع شيء لده لكن لما نجي نبص على الخريطة بتاعة العالم عندنا 30 دولة رجعت شغل أفران الفحم تاني فعندما كانت وقفت أفران الفحم فيه فبالتالي جاية الكمة في توقيت حساس وفي توقيت مهم وفي توقيت يعني يعني الكمة وهي موودة عند مننا دخلت الحرب الأوكرونية دخلت الأزمة المتعلقة بالطاقة لأوروبا دخل حاجات كتير جداً متغيرات فيه على مستوى العالم أو على مستوى الجيوسياسي بتحط عليك مسؤوليات كبيرة جداً إن الكمة اللي جاية إحنا محتاجين أفعيل كفاية تعهدات يعني كفاية من 1992 لما تعملت كمة الأرض لحد الأرض إحنا بنقول تعهدات أفعيل نحن عاوزين أكشن للشعوب بتاعتنا المتأسرة خليه بقى أسألك يا أستاذ أحمد في النقطة دي تحديداً زي ما حضرتك ذكرت سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في قمة بيترسبورغ عن إنه يمكن الأزمة جيوسياسية أزمة روسيا وأوكرانيا وأيضاً جائحة كورونا وما إلى ذلك إلى حد ما خلينا نقول إنه خلى بعض الدول إنها تقدر يعني نقول إنها تحيط شوية عن اهتمامها بقضية المناخ والمطلوب دلوقتي إن إحنا نقدر مرة تانية نحشد الدول كلها لأنه محتاجين مجهود كل الدول إنها تقدر تتكاتف لأنها مش قضية قضية دولة بعينها فمحتاجين مرة أخرى الدعم ومحتاجين مرة أخرى التكاتف عشان نقدر نواجه قضية التغير المناخي زي مصر هتقدر خلال هذه الفترة حتى شهر 11 الجاي كاب 27 تقدر إنها تحشد أكبر عدد ممكن من الدول وأيضا فكرة التمويل تحدث أيضا سيد السرئيس عبد الفتاح السيسي عن التمويل يعني طبعا جينا عند النقطة الشائكة جدا اللي في مؤتمر الاس بيز اللي كان في ألمانيا في بونت الأمم المتحدة في شهر 6 كنت موجود فيه وكان المؤتمر بنتكلم فيه على تمويل الخسائر والأضرار إحنا كدول بنتعرض لي خسائر وأضرار دول النامية كلها بسبب قضية التغيرات المناخية لما بنيجي نرجع شوية في الجلاسكو في التعهد بتاع الجلاسكو في النهاية الدول المتقدمة يعني قابلت من حيث المبدأ إن إحنا يكون عندنا تمويل للخسائر والأضرار تمام وجههم في بونت إحنا من نجدعه مش هنمول حاجة هنخرجها بره أجندة كوب 20 طيب الحجد بتاع الجهود الدولية إحنا كل مكان مستوى التمثيل بتاع الدول الأكبر على مستوى رئاسي وما إلى ذلك في الجلسة الأفتاحية كل ما ده هيساهم في الخروج بمخرجات وكل ما كنا مركزين أكتر على الوصول للنهاية تبقى أفعال لا تعهدات لما جينا في قمة كوبينهاجن 2009 وتم إقرار بند المئة مريليار دولار اللي يروح للدول النامية ثم تم التوقيع عليه في اتفاقية باريس للمناخ فين الفلوس الدول المتقدمة مطلعش ليه الفلوس للدول النامية ثاني يوم أو ثاني سنة تم توقيعه على اتفاقية باريس والتزامات الولايات المتحدة انتسحبت من من الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية عندنا غياب أربع سنين للإدارة الأمريكية أي بس يمكن إحنا دلوقتي ما بقيناش زمان كنا أمام فكرة أنه هتحصل إمتى التغيرات المناخية إحنا دلوقتي ما بقيناش أمام هذه النقطة إحنا بقينا أمام أنه بمعدل قد إيه؟ يعني خلينا نقول أن في جلاسكو تم رفع سقف التمويلات المطلوبة للدول النامية المختلفة من الدول المتقدمة ل130 مليار دولار إحنا عندنا أمل أن في قمة شرم الشيخ أن يتم الضغط على الدول لوضع جدول زمني ووضع آلية أن يتم بيها خروج التمويلات دي بشكل سنوي تروح من الدول المتقدمة للدول النامية عابين أن إحنا كمان في قمة شرم الشيخ أن يكون فيه ضغط بشكل كبير جدا سواء من المجتمع المدني سواء من الحكومات سواء من الدول النامية تحديدا على ملف الخسار والأضرار محتاجين كمان أن إحنا وإحنا بنتناول القضية المناخية وإحنا بنتناول هذا الموضوع أن إحنا نجيب الشعوب يعني إحنا في التحالف عموم أفريقيا للمناخ بنسعى أن يكون عندنا يوم الشعب الأفريقي يعني فيه يوم ووكمت من قسم يوم أفريقي لا إحنا عاوزين بقى يوم الشعب الأفريقي الناس المتأثريين من التغارات المناخية الناس اللي بيزرعوا وبيعملوا اللي بدأوا يتأثروا بالتغارات المناخية بشكل كبير جدا ومش من النهاردة ولا من سنة ولا من اثنين الناس بدأت بقالها سنين تتحرك من الأماكن بتاعتها في الرعي لمناطق تانية علشان المطر ويتتبعه المطر طبعا بالتالي ده بيعملنا نوع اسمه الهجرة الهجرة المناخية فبالتالي بتعمل مشاكل ما بين الدول أو مشاكل ما بين الشعوب في الملف ده طب هل إحنا مستعدين لهذا الملف؟ هل إحنا جاهزين؟ هل الدول المتقدمة لو ملف الهجرة المناخية ده زاد مستعدة تستقبل لاجئين تاني جايين بسبب المناخ؟ فبالتالي أنت بتدفع النهاردة الأزمة بتاعتك أنت بتدفع التمن الرفاهية اللي أنت عايش ليه بتدفع التمن الرفاهية؟ علشان أنا تأثيرات الكاربون أو تأثيرات غزات الاحتباس الحراري عشان تقدر تعملي تأثير في المناخ بتحتاج عدد كبير من السنين فوق الخمسين سنة طب بالتالي اللي نحن بنعيشه النهاردة هو نتاج للثورة الصناعية ونتاج للتأثيرات اللي حصلت للثورة الصناعية ونتاج لكثير جدا من الأمور طب انت بتيجي تطلب مني النهاردة أو بنية إحنا كمتخصصين في الملاك في المناخ منطالب الدول النفطية بتقليل الإنتاج عندهم حق في التنمية الشعوب بتاعتهم ما تحتاجها تستفيد من السرعات بتاعتهم طب تعال ادفع قيمة المادة دي وخليها في الأرض وطلع طاقة متجددة طب الطاقة المتجددة انت دلوقتي بالطالب كدول متقدمة تجي تتكلم عن الدول النمية أنا هديك التكنولوجيا بتاعت الطاقة المتجددة بس هدها لك كارد مش هدها لك منحة طب ليه تمنى هستخدم بقى الخيرات بتاعتي اللي موجودة في الطبيعة بتاعتي عشان أقدر أن أنا أغطي الموضوع بتاعي فقضية التمويل أو التمويل المناخي في كمة المناخ 27 هي من أهم الملفات اللي هتبقى موجودة على الأجندة التفاوضية وكمان يعني كانت وزارة الخارجية طرحت مبادرتين في كمة بون كمة موضوع اللي علاقة بالزراعة وموضوع اللي علاقة بالمياه مبادرتين مهمين أنهم يبدأوا يبقوا موجودين في الفضارات اللي جاية خصوصا أن احنا يعني بسبب كمان الحرب احنا عندنا أزمة غزاء عندنا أزمة في المواد الغزائية وخصوصا الدول اللي مش قادرة تأمن احتياطيات فمن الأكل ومن الأمور الزراعية فازلت فعل أسعار وتغيرات المناخ أيضا برضو يا أحمد أثرت على الغزاء لأن فيه جزء كبير قوي من الأراضي الزراعية تم تأكل المحصول فيه بسبب تغيرات المناخ يعني لما نيجي نتكلم على ارتفاع سطح البحر لما نيجي نتكلم احنا بنشهد طغيرات المناخية بشكل كبير جدا في مصر وبنشهد طغيرات المناخية بشكل كبير جدا في السواحل المصرية عندنا اسكندرية زي ما قال بروش يونسل في فتح كومة المناخة 26 مهددة أنها تغرق عندنا السحل الشمالي بتاعنا بيحصل فيه نحر من البحر عندنا الشتاء الناس كانت بتقول دايما في اسكندرية النوة النوة دي نشوف نوة عيد الميلاد هي أكتر حاجة صعبة دلوقتي ما فيش نوة بتمر على اسكندرية ما بتعملش أزم طب السؤال كمان البنية التحتية بتاعت ايه مستعدة لهذه النوات طيب الناس اللي موجودة الطبيعية مع الجو اللي بيحصل ده طب أنا النسبة كمان بتاعت الأمطار يعني وزارة الرأي والمورد ماري بدأت تعمل سدود عشان ده تستفيد من الأمطار بشكل صغير أو نقط لتجميع الأمطار بس لما أجي أتكلم كمان على الأكل من الوقت درجة الحرارة التي تتفع بتأثر لي على أكتر من الحاجة أول حاجة التوخر بتاع المياة اللي ماشية في الترع والمصارف اللي هتوصل لتسئل الأرض بتأثر لي على أن الموسم بتاع النبات لو النبات ده درجة الحرارة التي تتفعت عليه هيموت أو هتأثر لي على الكمية بتاعة المنتجات أو الاثمار اللي هتطلع من الزراعة فبالتالي لما بنجي نقيس هذا الموضوع وما بنقيسهش بس على مصر بنقيسه على الدول الأخرى الوضع بالنسبة لشكل عامل الزاقي إحنا إيه اللي بيتم وحاجات كتيرة جدا متأثرة بهذا الملف ومتوسرة بالموضوع المناخي لأن إحنا عندنا تاني إحنا بنجابه التغيرات المناخية الآن إحنا مش مستنيين 20-50 أو 20 إحنا بنعيش الأدمة المناخية في أقارة إفريقية من النهاردة دلوقتي درجات الحرارة في أوروبا عالية النحية التانية في إفريقيا شتا نشوف درجات حرارة دلوقتي في أوروبا عالية جدا يمكن ما حصلتش من سنين كتير قوي ما حصلتش قبل كده بزرط ما حصلتش قبل كده بزرط 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 بس يعني قضية المناخ لم تعد قضية على الهامش بقت قضية أنية وقضية مهمة جدا وزي ما كنا بنتكلم مع حضرتك ما بقيناش نتكلم إحنا هنشهد إمتى تغيرات مناخية بقين نتكلم في المعدل الأحداث اللي بنشوفها المترتبة المترتبة عليها طبعا أو مترتبة على فكرة تغير المناخ نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نورتنا بصباح الخير شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا